الحب شعور زائل مهما ان كان حبك هيزول بعد الامتلاك مثلا مثلا ليك سنتين نفسك تمتلك فراري هتموت وتمتلك فراري بتحبها يا راجل اذا عدت صورتها وقفت اذا عدت بشارع وقفت تتطلع فيها اذا جات سيرتها بتدافع عنها بدافع الحب بتعرف كل الحاجات الحلوة اللي فيها حبيبتك طب بعد الامتلاك ها تزوجني اول شهرين بتخاف تشيل الكياس من على الكراسي خايف عليها وبعدها بيتلاشى شعور الحب والانبهار خالص بعد اول تغيير الزيت طب راح الحب ايه اللي تبقى عشان تحافظ على سيارتك رقم واحد تمنه والعذاب اللي شفته سنتين عشان تقدر تمتلكها كل ما تفكر تتخلص منها تفتكر عذاب امتلاكها عشان كده بقولك ما ترخصيش نفسي فيه سيارة بخمسين دولار تركبها وانفايمة وشكلها حلو رقم اثنين المودة والرحمة قال تعالى في صورة الروم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ركز مش حب مودة ورحمة اللي صممك سبحانه عارف ايه لجواك قال لك مودة ورحمة تبقى مودة ورحمة بمعنى بعد ما تلاش الشعور الحب والانبهار وعمل الواو عاوز تتخلص منها عاوز تسيبها وتبيعها لكن تفتكر ان هي اللي بتساعدك على المشاور البعيدة تفتكر ان هي اللي بتجهز لك الافضار وبتكوي لك الهدوم وبتزبطك قبل ما تطلع اوعى تتخلى عن الدور ده اوعى تعطيه للشغالة ده دور مهم تفكيرك انها مش ارفق قدام الناس تفكيرك ان عمرها ما ثابتك في طريق وتقول اصيلة تفكيرك انها عايزة تحميك وخايفة عليك مودة ورحمة اتعد السنين وتتحول العشرة وتبقى مش قادر تتخيل حياتك من غيرها لانها اصلا جزء منك لانه الاصل في الحياة مش العازب الاصل في الحياة المتزوج وركز في كلمة من انفسكم وركز في خلق الله عز وجل الحواء من جسم ادم مش من جسم تاني او من شكل تاني اقول لك يا اخت حاجة مفيش واحد من الرجالة ولا الشباب يقدر ينكره لكل واحد فينا صديق مفضل اغلب اسراره معاه عارفة ايه اللي يفضل ووصله للمرحلة دي لانه بتلاقيه سندك نفسيا وقت الضيق ودايما تحس انه بيتمنى لك الخير اسألينا كلنا الشباب لو صديقك وفي ايه اللي ممكن تعمله معاه اموت دفاعا عنه يجعلني فداه مواده ورحمة وعشرة كوني انت الصديق ده وهتلاقيه اصدق منك ودفع عنك من ابوك نفسه طب انا عملت الحلقة دي لياه عشان اخفف عليك صدمة سنة اولى زواج لانه نسبة الطلاق الاكبر بتكون في اول فترة اللي هي من سنتين لثلاثة واسأل الله ان يرزخكم المواده والرحمة والزرية الصالحة ولايك وشير في الخير السلام عليكم